الدراسي لابد من بث الأمل في نفوس الأطفال بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية طبعاً من أجل ترجعهم على العام دراسي جديد واليوم ما نحن عم شوف كتير مبادرات عم تكون تربوية وتعليمية حلوة مع بداية العام الدراسي من قبل كتير من الجهات وكمان فيه شي كتير حلو ملفت للنظر يعني بهذه الفترات أنه اليوم شباب سوريا عم بيقدم مبادرات كتير حلوة وعم بيغنوا للطفولة ومنهم كان الشاب حيدر يونس اللي غنى للطفولة والأطفال من أجل ترجعهم والعودة إلى مدارسهم بأمل وتفاؤل بعام دراسي جديد حيدر يونس منقلك ساعة صباحك وأهلا وسهلا فيك ساعة صباحك وحضرتك يعني خلينا نذكر أيضاً أنك أصغر عضو في اتحاد الصحفيين السوريين وأيضاً أصغر مؤسس مبادرة شبابية واليوم تغني للطفولة وأيضاً ناشط اجتماعي وإعلامي ساعة صباحك وأهلا وسهلا فيك حيدر ساعة صباح الخير سباح النشاط حيدر يعطيك ألف عافية ما شاء الله عليك يعني متعدد المواهب بالإضافة لعملك بأكثر من موضوع بأكثر من جهة هلأ قبل ما نبدأ معك حوارنا طبعاً لنتعرف على هاي الغنية المميزة للأطفال اللي هي كانت يعني إضافة كتير جميلة منك مع بداية العام الدراسي رح نروح سوا لنسمعها للغنية ونرجع لعندك أنا مبسوط كتير كتير عما درستي بدي إرجع والأمل فينا كبير معرفقاتي رح نتشجع أنا مبسوط كتير كتير عما درستي بدي إرجع والأمل فينا كبير معرفقاتي رح نتشجع يلي صار مرحلي غيمة صيف ورح تنجلي ويلي صار مرحلي غيمة صيف ورح تنجلي ولحدة تتخط حاجز لازم لاورا ترجع رح افرد ريشاتي وخلي علمي الهوال تحت جناحي صوت للمستقب العلي تيغني لي طموحاتي رح افرد ريشاتي وخلي علمي الهوال تحت جناحي صوت للمستقب العلي تيغني لي طموحاتي يا امي بها العتمي صلي تشمس ترجع تطلع يا امي بها العتمي صلي تشمس ترجع تطلع اربع صوتة كتير كتير عمد رسي بتي ارجع والامل فينا كبير مع رفقاتي رح نتشجع قل لي صار مرحلي قيل الصيف ورح نبلي قل لي صار مرحلي قيل الصيف ورح نبلي حتى تتخط حاجز يعني حيدر مع الطفولة ومع الشباب هلأ شفنا هاي الاغنية مع بداية العام الدراسي يعني كان لهم تحفيز لهدول الاطفال يمكن عم تسترجع يعني ذكريات المدرسة طبعا هاي الذكريات ما بتنتسى اكيد فيه الى جو الخاص يعني انت بين الشباب والطفولة اليوم عندك مبادرات مختلفة اول شي خلينا نحكي عن هاي الغنية سبب يعني اللي دفعك انك تغني هاي الغنية بهاي الكلمات البسيطة اللي بتوصل لقلب كل طفل هلأ بصراحة دائما الاطفال طبعا هاي الاغنية هي مشروع مستمر مع وزارة التربية نحنا اطلقنا اول شي اغنية المحبة اذا تذكرواها الشباب المحبة ولاحقا عملنا هاي الاغنية هي مشروع مستمر مع وزارة التربية لادراج خليني اقول اغاني هادفة على عكس اللي عم يسمعوها فكل موضوع نحنا منشوفه صعب انه يوصل للاطفال نحنا بنبحث عن طرائق ووسائل لحتى نخلي الطفل مقتنع بهذا الموضوع ففينك الدخل يا اما عن طريق رسم يا اما عن طريق اغنية يا اما عن طريق نشاط هادف فاخترنا نحنا الاغاني كونه اقلب الايلون طبعا وساعدني يعني شوي هيك صوتي نوعا ما مقبول بتأديت الاغاني لحتى نعمل رسائل هادفة طبعا الاغنية خطرة عبالي يعني دائما بنعرف العودة للمدرسة في اطفال بيخافوا في اطفال ما بينبسطوا بيكونوا مبسوطين بالتسلي وهيك اكتر وبالصيف فحتى نرغبهم بالمدرسة بطريقة هيك مبسطة وحلوة تواصلت مع صديقتي الاستاذة سهاد حديفة شاعرة كتبت لنا هاي الكلمات طبعا البسيطة مثل ما ذكرتي سهلة صحيح سهلة للوصول للقلب يعني هي ببساطة ولحنتها وفورا يعني سجلناها وصورناها مع اطفالنا بمشقيطة اكتنا احنا حيدر مثل ما بنعرفك يعني من بداياتك خلينا نقول من عمر صغير وانت أسست مبادرة شباب المحبة يعني كان عندك كتير مبادرات انسانية واجتماعية ومؤخرا عم نشوف هذه الانشيطة التعليمية التربوية يعني كانت علاقتك خلينا نقول مع التربية بشكل كتير كبير وخلينا نقول وايضا عم توسق كتير امور تربوية وتعليمية وعم تشارك فيها يعني بالتعاون اكيد مع وزارة التربية واكيد مشكور سيادة الوزير للتسهيلات اللي عم قدم اليوم لشبابنا تماما امام اي مبادرة فخبرنا علاقتك مع وزارة التربية وليش اخترت الانشيطة التعليمية التبوية مؤخرا هل هي للتسهيلات المقدمة من قبل سيادة الوزير تماما التسهيلات الكبيرة المقدمة من السيد وزير التربية شخصيا انا بدي وجه له تحية الدكتور دارم الطباع يعني قبوله للأفكار هي أفكار وهي مقترحات ومشاريع بتضل براسنا فلما نشوف الأرض الخصبة لحتى نوضع هاي الأفكار لحتى تكبر اكيد منبادر دائما نعمل للمزيد فهلأ مثلا اطلقنا اغنية المحبة اجد بعدها اغنية العودية للمدارس هلأ كمان بعد كم يوم رح نشوف عمل جديد رح ينزل فتتابع هاي الأعمال اكيد بتدل على بيئة خصبة عم نشتغل فيها مليئة بالمحبة وأكيد الدور الكبير لوزارة التربية لتعاون الملحوظ يعني بالموضوع تمام هلأ خلينا نحكي عن مبادراتك القادمة باعتبار ما شاء الله عليك يعني عم تحاول دائما تكون السباق لقيا خلينا نقول حدث جديد مثلا عودة المدرسة او مبادرة معينة خاصة مبادرة اجتماعية مثلا شو حضر هلأ مبادرة جديدة؟ هلأ موضوع الأغاني الهادفة هلأ عم نساوي يعني أغاني جميلة جدا طبعا شبكت فيها بين وزارة الزراعة ووزارة التربية الأغنية بتتحدث عن حب الأرض عن حب الزراعة تحفيز الأطفال على الزراعة ضمن الأغنية نوهين على رسائل ترجع لخمستالاف سنة الإله بعل وما قال حول الزراعة فحفزنا الأطفال لحتى يعرفوا أنه من هاي الزراعة نحن السداج يعني مصنوع من هاي الزراعة القطن منحكي كثير عن زراعات مفيدة لاقتصاد بلدنا والأغنية اللي بعدها طبعا كمان هلأ عم نسجلهم اتنيناتهم هي عن زول احتياجات الخاصة بعنوان أنا قادر طبعا هون أكيد هاي دي السرعة بإنجاز الأعمال بدي هون توجه بتحية كتير كبيرة للفريق العملي اللي موجود معي يعني اللي عم يساعدني لحتى فورا ننفذ الأفكار وبطريقة جميلة المخرج زين جبور طبعا الأستاذ روات زيدان عم نشتغل بستديو ماجيك نوت يعني هذا الفريق العمل كل حدا حسب اختصاصه عم نحاول نعمل فريق عمل يأنتج أشياء جميلة طبعا يعني حيدر أكيد دا هي بدت كنا بتعاون ايادي كتير خلينا نقول له حتى توصلوا لأهدافكن وتحقيق مرادكن تشبيك مع وزارات تشبيك مع جهات وأيضا حصلت كتير على الشهادات التقديرية وعلى التكريمات من جهات متعددة والفعاليات أيضا متعددة فخبرنا عن هاي دا التكريمات حيدر وكمان شو ممكن تضيف لإلك بحرارة؟ هلأ التكريم دائما هو بمسافة كلمة شكرا يعني أنا بعتبر أنه التكريم هو شكر على فعل أنت ساويتي فأكيد لما أنا شوف هذا التقدير مثلا من الجهات اللي عم أشتغل معه بيكون عندي حافز لحتى أرجع أعطي يعني هلأ لما تشتغلي أنت وما بتلاقي حدا يقول لك شكرا فممكن يصير عندك نوع من الأحباط لحتى تستمري بعملك بينما لما تلاقي تحفيز وتقدير للأشياء اللي عم تسويها نفسيا أنت بتصير قراطي أكتر فأكيد أنا ممنون لكل الجهات اللي كرمتني هي كثيرة مشان ما أذكرهم كلهم ممنون لإلهم هني كانوا يعني دفع إيجابي كبير بمسيرتي تمام يعني مجموعة من النشاطات والمبادرات الكثيرة اللي عندك حيدر نحن أكيد نتمنى يكون فيه طبعا وقت أوسع لحتى نتعرف أكتر على مبادراتك إنه لقاءات قادمة بعمل جديد طبعا كل أعمالك واضحة وهادفة ورسائل مواجهة أيضا إن كانت للطفولة أو للشباب أو لمبادرات اجتماعية شكرا لإلك حيدر نورت صباحنا أنا بدي أضيف كمان بس نقطة قبل ما نختم ويقام مع حيدر لأنه هي نقطة كثير مهمة وصارت مؤخرا ويمكن كمان صرت تريند على وسائل التواصل الاجتماعي الأغاني التي رددت في مدرسة بأحدى مدارس دمشق كانت هي أغاني أكيد غير مناسبة للطفولة والأطفال وكان ردد سيادة الوزير بأنه يتابع الموضوع بنفسه ومنع هذه الأغاني فش ردك عن هذا الموضوع وكيف يتم أيضا التواصل بالأغاني القادمة مثلما تكرت أنت ببداية حديثك أن هذه الأغاني عم بتكون نامش أنتوا توجهوا الأطفال لجهة معينة من جانب خارج النظام المخفي هلأ ما حدا فينا بيمبسط وقت اللي بيسمع ابنه عم يغني لفلي حشيش أو لما بيغني أغاني هابطة في رسائل معنى حلوة فكل ياتنا من ينزعج فهذا الشيء أكيد سيد الوزير هو أب مثل أي أب نزل مباشرة على المدرسة وعالج الموضوع يعني بسرعة قصوى فإجت الأغنية أنه التوقيت الزمني لنشر أغنيتي إجا بعد هذا الجدل فبينت أنه هي رد لكن نحن مسجلينا كنا مسبقا فإجت رد وأنا كتير مبسطة أنه كانت رد لأنه هاي الأغاني اللي لازم تتغنى الأطفال مو لأنه حيدر غناها بس هاي الكلمات اللي المفروض أنه تقال بالمدارس شكرا لإلك يا تكالفاق شكرا للمشاهدة